أبو الحسن الأشعاري ولد سنة 260 هجرية ومشكلة هذا الرجل أنه تربى في أحضان أبي علي الجباء وهو إمام من أئمة معتزلة والمعتزلة كما تعلمون حضراتكم تداء من واصل ابن عطاء إلى حين ظهر أبو الحسن الأشعاري كإمام وفقيه ومتكلم ومؤلف ما يقرم من قرنين ونصف من الزمان في هذين القرنين كان المعتزلة ينهضون بعبء الدفاع عن الإسلام ضد جميع الملل والفرق الأخرى المناوئة للإسلام فألفوا كثيرا من المؤلفات ونقل عنهم كثير من الآراء إلى أن ظهر أبو الحسن الأشعاري فبدأت الدفة الثقافية تميل من المعتزلة إلى جانب المذهب الأشعاري أبو الحسن الأشعاري كما قلت تربى في أحضان أبي علي الجباء لأن أبا علي الجباء بعد وفاة والد أبو الحسن الأشعاري تزوج بأمه أم أبو الحسن الأشعاري وكان عمره صغيرا فتربى في أحضان هذا الإمام وربط المؤرخون بين نشأة أبو الحسن الأشعاري وتربيته في أحضان أبي علي الجباء ربطوا بين هذين الأمرين وقالوا إن أبا الحسن الأشعاري ظل معتزليا أربعين عاما من عمره ثم رأى في المنام رؤية رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يترك هذا المذهب ويدافع عن مذهب سلف الأمة وأهل السنة والجماعة وهناك القصة المروية في كتب التراجم التراجم الرواهي بن خلكان وربما نجدها عند ابن عساكر أنه رأى الرسول فتحول من هذا التاريخ من المذهب المعتزلي إلى مذهب جديد يؤسس له قواعده يسمى المذهب الأشعاري هذه الرسالة أنا شخصيا اكتشفتها وأنا أعمال مع أستاذي المرحوم الدكتور محمد رشاد سالم في تحقيق كتاب ضرق تعارض العقل والنقل وجدنا الإمام بن تيمية يأخذ نصف هذه الرسالة تقريبا ليستدل بها على صحة مذهب السلف يأخذ نصف هذه الرسالة ليستدل بها على صحة مذهب السلف وبالتالي نحن من جانبنا نثبت بها أن أبا الحسن الأشعاري كان سلفيا هذه الرسالة تشكك فيها بعض من كتبوا عن أبي الحسن الأشعاري مرة والبعض الآخر توقف أمامها كثيرا بناء على أن أبي الحسن الأشعاري على الرواية اللي بتقول أن أبي الحسن الأشعاري ظل معتزليا أربعين عاما حين أحضرت النسخة المخطوطة من هذه الرسالة وجدت الرسالة عبارة عن رد وإجابة على أسئلة وردت إلى أبي الحسن الأشعاري من باب الأبواب أو أهل الثغر كما تسمى يطلبون منه أن يوضح لهم في هذه الرسالة ما كان عليه سلف الأمة في باب الاعتقاد سنة 297 هجرية سنة 297 هجرية الأشعاري ولد سنة 260 والرسالة وضعها ردا على هذه الأسئلة أو إجابة على هذه الأسئلة سنة 297 فكم يكون عمر الأشعاري في هذه الفترة 37 سنة مع أن كتب التراجم كلها تواطر فيها أنه ظل معتزليا أربعين لماذا أربعين عاما؟ لأن أبا على الجبائي توفي سنة 303 هجرية والأشعاري مولود 260 وفي بعض الروايات 264 فنجد الأربعين سنة مرتبطة بوفاة أبا على الجبائي هذه الرسالة بيّنت لنا خطأ هذه الرواية وأن أبا الحسن الأشعاري رضي الله تعالى عنه لم نجد له قصاصة ورق كتب فيها رأيا أو عقيدة على مذهب المعتزلة أربعين سنة مبالغة مبالغة يضاف إلى هذا أن هذا الرجل بعد أن صححنا هذه القضية نجد أن هذه الرسالة حين قارناها بآراء أبا الحسن الأشعاري في مؤلفاته الأخرى كالإبانة واللمع وهتان رسالتان ومن هذا التاريخ أنا أميل إلى أن الرأي الصحيح لأي مفكر كبير لا نلتمسه في مؤلفاته الكبرى وإنما نبحث عنه في المؤلفات الصغيرة التي يعيش فيها المفكر مع نفسه ويدون فيها عقيدته ورأيه بعيدا عن الانفعالات وبعيدا عن الرد وبعيدا عن إن قالوا قلنا وإن قيلنا قول لأن هذا هو دأب المتكلمين القوقلة رد قول على قول وجدنا هذه الرسالة يصرح فيها أبو الحسن الأشعاري بما كان عليه سلف الأمة في أمرين مهمين جدا الأمر الأول قضية الصفات الإلهية وهي من قبيل المجاز ولا من قبيل الحقيقة القضية الثانية منهجه في الاستدلال على وجود الله منهجه في الاستدلال على وجود الله رفض رفضا تاما ما يسمى بدليل الجوهر والعرض الذي بناه المعتزلة وأقاموا فكرتهم في إثبات حدوث العالم من جانب وفي الاستدلال على وجود الله من جانب آخر هذا الدليل يسمى دليل الجوهر والعرض رفضه أبو الحسن الأشعاري في مقدمة الرسالة وقال إن هذا دليل معطاص على الفه وقد أخذ ابن رجد هذه العبارة في فصل المقال وصرح بها وقال إن هذا الدليل أيضا معطاص على الفه وهي عبارة أبو الحسن الأشعاري وبين أن هذا الدليل لا يتفق مع صريح العقل ولم تستخدمه الأنبياء ولا عرفاه أحد من سلف الأمة حتى نجعله محكا للإيمان والكفر أو إثبات وجود الله أو عدم إثبات وجود الله رفضه رفضا تاما القضية الثانية قضية الصفات الإلهية وأن هذه الصفات كما نطقها القرآن صرح بها أبو الحسن الأشعاري صفة صفة يقول وأن الله سبحانه وتعالى حين يقول بل يداه مبسوطتان أن الله له يدان حقيقة لا مجازة وأن التعبير المجازي نوع من الكذب أما السؤال عن الكيف فهذا ليس للعقل ما تخلون فيه وأن استواءه على العرش ليس استيلاءا كما تقول القدرية ويقصد بالقدرية هنا المعتزلة فكأن الرسالة رد على مذهب المعتزلة لما تشكك البعض في هذه الرسالة قمت بمقارنة هذه الرسالة برسالة الإبانة عن أصول الديانة وهي صحيحة النسبة للأشعاري واللمع وهي أيضا صحيحة النسبة للأشعاري قامت أستاذتنا المرحومة الدكتورة فوقية رحمها الله تعالى رحمة واسعة بتحقيق رسالة الإبانة وقام أستاذنا المرحوم محمودة أراب بتحقيق رسالة اللمع وهذه الرسائل السلاسة أيها الإخوة تمثل العقيدة الأشعارية التي دونها أبو الحسن الأشعاري مسألة مسألة لكن هناك فارق في المنهج بين هذه الرسائل السلاسة المنهج في رسالة أهل الثار منهج تقريري بمعنى أن أهل الثار يسألونه عما كان عليه سلف الأمة في باب العقائل يقرر هو هذه المسائل بأسلوب تقريري بمعنى أجمع سلف الأمة على كذا وكذا يأتي بصفة الاستواء القدرة العلم الإرادة حدوث العالم الإمامة أسلوب تقريري أجمعه على كذا وكذا وكذا ويميل إلى هذا المنهج أو يغلب هذا المنهج على أيضا رسالة الإبانة أما رسالة اللمع فأخذ فيها بمنهج المعتزلة ليرد برد عقلي على دعوة عقلية قال بها المعتزلة فخرج من الأسلوب التقريري إلى أسلوب جدلي نوعا ما لكن نفس القضايا الموجودة في الإبانة هي نفس القضايا الموجودة في رسالة أهل الثقر هي نفس القضايا المطروحة في رسالة اللمع يضاف إلى توسيق هذه الرسالة أمر آخر أن محور السراع بين المعتزلة والسلف في قضية الصفات هل هي صفات حقيقية لله ولا لغة القرآن فيها لغة مجازية نجد أهم كتب الأشعار أو أكبرها على الإطلاق وهو كتاب مقالات الإسلاميين يصرح في هذا الكتاب أن هذا الرجل يدين بما كان يدين به الإمام أحمد بن حنبل وهذه العبارة من العبارات الجميلة جدا بما كان يقول به الإمام أحمد بن حنبل هذه الرسالة حلت لنا هذا الإشكال وبيّنت لنا أن متأخر الأشاعر الآن تركوا مذهب شيخهم ومالوا إلى المعتزلة فأخذوا بآراء المعتزلة في قضية دليل الجوهر والعرض وفي قضية تأويل الصفات ابتداء من يعني عند الغزال شيء من ذلك وعند الإمام الحرمين شيء من ذلك أما ابتداء من الرازي وأبو بكر بن الآمدي والطوصي أيضا وإن كان ميولو الشعيع إنما عنده هذا الرأي مالوا إلى رأي المعتزلة في تأويل الصفات بنفس الألفاظ ونفس الأفكار لذلك يعني ينبغي أن نفرق بين أبي الحسن الأشعري وبين الأشاعرة الأشاعرة موقفهم في إثبات وجود الله دليل الجوهر والعرض موقفهم من الصفات يميلون فيه إلى المعتزلة ولذلك كان شيخ الإسلام إذا تعرض إلى هذه القضية يسمي متأخر الأشاعرة بمخانيس المعتزلة ويسمي المعتزلة مخانيس الجامية أو مخانيس الفلاسفة الذي أريد أن أشير إليه هنا أن كلمة الأشاعرة الآن وإن كان هذا اللفظ شائع لا يمثلون موقف أبي الحسن الأشعري في أهم قضيتين يعني يمثلان جوهر علم الكلام قضية الزات والصفات وقضية أدلة وقضية أدلة